بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك كيف حالكم؟ إن شاء الله دان بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة أعداد يشرح واحدة وتوضيح يونت فور لسن سيكس تاست الدرس السادس من اليونت الرابع اللي هو الاختبار تاست جدا مهم هذا الفيديو اختبارات بالنشاط فقط أربع صفحات بالنشاط والكراسة من صفحة 68 و69 و71 أكو بيه تمارين مهمة شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم ودعواتكم طيبة وتعلاقاتكم الحلوة مع حفزة المشجعة شاركوا لكي يتعامل فأداء ويستفدر جميع الزكاة العلم ناشرح والدال على الخير كفاعلة نبدأ باسم الله تمرين A Look at the light and the photos انظر إلى التنسيق والصور What is the purpose of the text? شنوى الغرض من هذا النص الغرض انه هو للحث والتشجيع لو to inform to proceed اللي هو حث وتشجيع لو to inform للإعلام والتثقيف والتعليم لو to entertain اللي هو الترفيح فهي الفائدة من عدها اللي هي to inform العشرون حتى للإعلام ويقول لك Are you ready for a different holiday? هل أنت مستعد لعطلة مختلفة? The way people in the UK like to spend their holiday is changing الطريقة اللي الناس في المملكة المتحدة يحبون أن يقضون بها عطلتهم هي تتغير زين More and more people are becoming interested in adventure sports كثير والكثير من الناس أصبحوا مهتمين بالرياضات المغامرات هاي قطعة غير مطلوبة بس للقراءة للفائدة أوكي للاطلاع One of the most popular is white water rafting واحدة من أكثرها شهرة هي تجذيف بالمياه البيضاء ماري سميث the director of top travel agency ماري سميث هي المديرة مال شركة أو وكالة السفر الرائعة أو المميزة وكالة شركة السفر سيد this is because people find it exciting and enjoy being outside قالت هذا كله بسبب أنه الناس قالت ذلك بسبب أنه الناس يجدون هاي الرياضة ممتعة ومشوقة وممتعة بأن يكونوا خارج يعني بيوتهم وبالمياه وهالأمور you need to prepare if you are going white water rafting أنت تحتاج أنه تتهيأ وتتحضر ذلك تتحضر تروح برياضة تجذيف بالمياه البيضاء most companies that organize the holidays will have a raft أغلب الشركات اللي راح تنظم لك تنظم هاي العطل هي راح توفر هاي رياضة التجذيف of course بالطبع but you have to wear a helmet راح يوفروا لك يعني هذا الرافت اللي هو القارب وإيش المجذاف وإيش بس تتحتاج أن تلبس الخوذماتك helmet لازم تلبسها and you should wear comfortable clothes وأنت يجب أن ترتدي ملابس مريحة you should also be in good health وأنت يجب أن تكون كذلك في صحة جيدة it is good it is a good idea to see your doctor before going إنها فكرة جيدة أنه تزور الطبيب ما تقبل ما تذهب بهاي الرياضة there are beautiful places to do this sport around the world يوجد يوجد أماكن جميلة لممارسة هذه الرياضة حول العالم some of the most popular ones are the Colorado river in the United States واحد من أفضل أو أشهر هذه الأماكن هو نهر الكلورادو بالمتحدة الأمريكية and the Franklin river in Australia ونهر فرانكلين الموجود بأستراليا عندما تختار نهر تذكر بأن بعض الأنهار هي بطيئة but others are very fast and can be dangerous لكن الأنهار الأخرى هي جدا سريعة وممكن تكون خطيرة خلصة القطعة اللي هي غير مطلوبة ما لبس للأطلاع تمريم بيقولك underline the topic sentences ضع خط تحت الجمال الموضوعية in the text بهذا الناس بهذه القطعة then find the answers to the questions ثم أوجد الأجوبة لهذه الأسئلة سؤال الأول يقولك where are two popular places to go white water rafting شنية الأماكن الأثنين الأكثر شيوعا وأكثر شهرة حتى تروح تسوي بها رياضة white water rafting اللي هنا الأجوبة ما تهن راح تكون the Colorado river USA and the Franklin river Australia أكي إذن النهرين بأمريكا وبأستراليا هنا إذن يعتبرا الأنهار أو الأماكن الأكثر شيوعا واللي الناس أكثر شي تروح لها اللي هي هاي ذكرت هنا أنا أذن النهرين زين number two يقولك what should you wear to go white water rafting شنو يجب أن ترتدي حتى تروح بها الرياضة ما التجذيف قلنا الهلمت أهم شي a helmet and comfortable clothes خوذة وملابس مريحة اللي هي ذكرت هنا أنا ذكرها من قال الخوذة والملابس المريحة number three why is white water rafting becoming more popular لماذا رياضة التجذيف بالمياه أصبحت أكثر شعبية لأن الناس تطلع outside مقرناها because people find it exciting and enjoy being outside هذي بالبداية من قرناها تذكروها هذي من هاي من because للنقطة زين البعدها النقطة الرابعة يقول what should you do before you go ماذا يجب أن تفعل قبل ما تذهب برياضة التجذيف prepare and see your doctor تهي وتحظر وشوف الطبيب ما تكزور الطبيب حتى يقول لك مثلا إذا صحتك مناسبة أو لا هذي قلناها أنه لازم تروح للدكتار The way people in the UK like to spend their holiday is changing هاي جملة topic اللي هي هذي من the way الحت changing هاي تحطون خط جواهة زين والجملة البعد هي you need to prepare if you are going white water lafting فهذه هاي 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 جملة افتتاحية اللي هي افتتاحية لحد الورد وهذا يعني التأكيد بالدليل يقول لك وراحة there are beautiful places to do this sport around the world اوكي زين نروح على التمرين البعد التمرين رح يكون see يقول لك correct the sentences about sports صحح الجمل عن الرياضة شنية هاي الجمل بهن اخطاء بس حلوات وسهلات كل وحدة بها خطأ قواعد تقدر تكتشفها بسهولة وتصححها احنا شا اتفقنا من تجيل both and وياها نوعية الفعل شي يكون بصيغة نفرض لو بصيغة الجميع بصيغة الجميع فال is خطأ لازم صير ار فالتصحيحة رح تكون هي شي both white water rafting and quad biking are dangerous كلاهما التجذيف بالمياه البيضاء وركوب الدراجة الرباعية هي خطيرة زين النقطة البعض من كانت تجينا المقارن منفية بال از از كم از عدنا وحدة لو اثنين اه اثنين لازم ما كو ذان ما بيها اي ذان اكو as صفة مجردة as فاش راح اصير سكينغ is not as easy as cycling التزلج ليس بالسهولة كركوب الدراجة اه 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 انت ش س يعني هن للسهولة اشطب الخطأ واكتب جواز صح الباقي بيس نقله اشطب وكتب صح ازين اه هن من ادوات الرابط ما التشابه والاختلاف عدنا كلمة liking لو عدنا شنية like ما عدنا liking خطأ عدنا like like diving quad biking is a sport that you need to learn from a teacher مثل الغوص ركوب الدراجات الرباعية هي رياضة تحتاج ان تتعلم من معلم اوكي فلايك فعل مجرد الوراها اهنان منشنا نشتغل بال both and والنذار ش تريد هما تريد and لا نذار ش تريد nor فالحل الصحيح اش رح يصير نذار حمد nor محمد play tennis at school لا حمد ولا محمد يلعبون tennis بالمدرسة اوكي اكتشفنا الاخطاء وعرفناها صححناها طيب نروح التمرين بعده ايضا جدا مهم مطيني كلمات واريدني احل هن بالفراغات تمرين d يقول complete the sentences with a word from the box اكمل الجمل باستخدام كلمة من الصندوق من هاي المجموعة انه ثمان كلمات بثمان فراغات معاني هن برود يستعير فورم استماره ريسيت اللي هو وصل بورتر حمال around حوله او عنده stopover موقف او وقفه almost غالبا على اكثر وريترن ذهب و اياب العودة زين فرح نجي يقول when i travel for work عندما اني يسافر للعمل يعني اطلع على حساب الشركة يعني i always ask for resets so my company pays me back عندما اطلب من الاشخاص اللي يشتري من عندهم انه وصولات حتى الشركة ترجع تدفعلي المصاري في صرفته فالأولاء reset i borrowed some travel guides from the self access center to prepare for my trip انا استعرت بعض الدلائل السياحية الارشادية من مركز تعلم الذاتي مركز الوصول الذاتي للتحضير والتهيئة من اجل الرحلمات برود وراها شيء غير عاقل الحمال الحمال او العامل الدورة دورة الصيفية في اوكسفورد مزين فا application form اللي هي number 4 وانشاء يونت الأول ذاتي ذكروا number 5 if do you want a single do you want a single or return ticket هل تريد تذكرة ذهاب و اياب او ذهاب فقط اللي هي one way بس ذهاب لأ return ذهاب و اياب ذهاب و عودة return number 5 number 6 there is two hours stopover in kuwait city but we can't get off the plane يقول اكو يوجد هنالك واقف لمدة ساعتين في مدينة الكويت ولكن لا نستطيع ان ننزل من الطائرة هاي اللي روحون transit وهالأمة فمدام two hours stopover وما يقدرون can't get off number 7 she slept late هي نامت متأخرة and almost missed her train وبالتأكيد او غالبا انه هي فاتها القطار زين number 8 the library isn't far away المكتبة ليست بعيدة جدا it's around the corner انها عند او قرب او حول الزاوية او الركن مال الشارع اوكي هاي لجوبة زين عيني البعض اروح التمارين البعض كل هن مهمات اللي ايجا كل هن مهمات تمارين ايه يريد من عدنا يقول read the sentences and choose the correct verb اقرأ الجمل واختر الفعل الصحيح هنا راح نجي نحل بين الماضي البسيط والماضي المستمر الماضي المستمر راح نختاره في حال لقينا في الدلاءة العالية اللي هي مثل ing1ad هداة الربط وين والبسيط راح نلقى في حال احنا اقتنعنا به وما لقينا في الدلال اليه بس مثلا last وهل امور الولا هاي ماضي بسيط ابو اليد فارزة ماضي مستمر ابو ing people were watching فرادة الناس كانت تتفرج اوكي فحلناها بالماضي المستمر were watching number three ما عدنا في الدليل بس دائما الفعل يرى الفعل c يعني من النادر ينحل بال ing فينحل بالماضي we saw dancers from many countries احنا شفنا راقصين من دول مختلفة فالحل سوا بالماضي البسيط البعدها هنا اكو جملتين واربوطات وهاي الجملة محلولة بالفعل الماضي البسيط اذا هاي راح تنحل بالماضي المستمر i was winning the game وده يقول ان شنت على وشك انه اربح بالمباراة but we stopped يعني اربح بهاي اللعبة but we stopped playing before the end of the match لكننا توقفنا قبل نهاية هذه المباراة ابو المستمر لانه يبين انه كان على وشك الفوز معنى الجملة وتقاطع بالوقوف ووقفوها اللعبة البعدها اكو last و راح نختار الماضي we ate very good lebanese food last night نحن تناولنا طعام لبناني جيد جدا الليلة الماضية بالماضي البسيط past simple والاخيرة اكوان ing when when ed i was looking at pictures ing when my father said it was time to leave انا كنت انظر الى الصور عندما والدي قال انه وقت الذهر اوكي هاي الاجوبة went were watching so was winning 8 was looking صغيرة بسيط مستمر بسيط مستمر بسيط مستمر هاي صغيرة بين واحد واحد البعدة تمارين كلها مهمة ترى مراجع اليونتات السابقة يعني سعى الماضي بسيط ومستمر ترى هذا يونت توين حسب تمارين F يقول complete the sentences with words from the box اكمل الجمل باستخدام كلمات من الصندوق اللي هي الصفات هاكم على الصفات ال-ing وال-ed اللي نذكر هن ال-ing للشخص العاقل العفو ال- -ed للشخص العاقل وال-ing للشي الغير عاقل وبعد عدنا الصفات اللي هي ايجي وراها توفع المجرد ومال difficult وال- easy لانها معاكت وما راح نفعل مجرد number one يقول I don't like reading history books انا ما احب قراءات كتب التاريخ ذير شبيهن شي غير عاقل ف boring هم ما يحبهن وهم تين شي غير عاقل ف boring بال-ing the computer is easy to use صفة وياها توفع المجرد الحاسبة هي سهلة للاستخدام just type your password and click on the icon you want فقط ادخل ال password تريدها ودوس بالماوس click على ال icon التي تريدها الكمياء الكمياء هي مادة دراسية مهمة ويجب ان تقراها الimportant من الصفات اللي تريد مفعول به بعدين توفع المجرد مرسا توفع المجرد number four my little brother is too young to go to museums اخويا صغير هو جدا اخي صغير هو جدا صغير على الذهاب للمتاحف he gets bored اخويا ما يحب المتاحف فهو شخص عاقل فbored مل number five can you lend me your dictionary هل يمكن كان تقرضني او تعيرني قاموسك the words in this book are difficult to understand الكلمات الموجودة بهذا الكتاب هي صعبة للفهم توفع المجرد number six next time going on holiday to cyprus next week انا ذهب في عطلة الى قبرص الاسبوع القادم i'm really excited انا شخص عاقل فبالادي وكي وهاي الاجوبة boring و easy important bored difficult to excited التمرين البعدة جدا سهل ما بي شي نحل على السريع شي يقول تمرين g يقول complete the postcard with words from the box اكمل البطاقة هاي البريدية البوست كارد باستخدام الكلمات من هذا الصندوق شو راح نحتاج كظروف زمان ذني وكأفعال هذني ظروف الزمان already تجي جملة المثبتة الأفعر هي جملة السؤال الاستفهامية واليت هي الاستفهامية والمنفية راح تجيني هنا ويا منفية وبنهاية الجملة ذني قبل الفعل الرئيسي الهاز استخدمه بالمضارع التام وهي الفاعل المفرد وهذا وهي الفاعل الجمع وهذا بالمضارع التام المستمر اللي هو قبله لازم been ها هي وضحا يقولك dear jad فارزة i الآي ضمير فاعل جمع فالشوح ياخذ have been in بغداد أنا زرت بغداد for three days لمدة ثلاثة أيام my father أبوي يعتبر شخص يعني مفرد فياخذ has my father has been working a lot أبوي كان يعمل كثير so i have been well have been لازم بإ ing i have been visiting the city with عصام لذا أنا كنت أزور المدينة ويا عصام we have seen أولا جملة مثبته وثانيا جاني الفراغ قبل الفعل الرئيسي ف already we have already seen the national museum نحنا قمنا بالتأكيد برؤية المتحف الوطني of Iraq ما العراق it was very interesting هو كان جدا ممتع there is a big pool in our hotel كان يوجد مسبح كبير في فندق اللي كنا به but we haven't كنا في والفراغ بالنهاية but we haven't swum in it yet لكن أنا لم نسبح به أبدا we haven't had time لم يكن لدينا الوقت الجا السؤال have you ever been to Baghdad هل سبق لك أن ذهبت إلى بغداد جملة السؤال forever if not إذا ما رايح you should come يجب أن تأتي I think you would like it أنا أعتقد أن ك سوف أراك الأسبوع القادم كمال خلاص بس أشوف كم الأجوبة بالدليل إنها فهاز وفيزيتينج و already we had to have بالملزمة أيضا نمسوكم إياها وحلوة وتستاهلون وإن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة يستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر